السلام عليكم تسمحوا لي بزاف المشاهدين تعطلت عليكم اليوم جاءت نشارك معكم واحدة الأكلصيفية صراحة رائعة خفيفة وقد جيل ديدة بزاف وكيحمقوا عليها الوليدات الكبار والصغر كتلاح لخرجتك النوزها تزوها معكم في البواطة ترفقها مع العاصير وشليدة يعني كتنكل غيب الفرشيد على بركتي الله بسم الله على بركتي الله عندي كما جتمعي أحبت البطاطة حلوة أحبت البطاطة عادية على حسب كل أفراد الأسران مهمة كنكم ضعفوا المقادر كن أخذ هذه البطاطة بطبيعة الحال كتكون مغسولة كنقطعها طرونش كنقطع طرونش شوية غلادين كندير شوية الملحة ماشي بزاف حيت فيها الفرماج شوية ليبزار وشوية التومة بودر كنحركها مزيان كما كتشوفوا في الصورة وغادي ناخد الكوكوت غادي نستفيها هاد البطاطة ديالين حتها يعني هكا شوائية وما غاديش تحركوها يعني حركوها غير مرة لولا باش ما كتجيش هكا ملعجنا ترجع بيغين كندير عليها شوية زبدة من أفضل زبدة حيوانية أو عندي زبدة بلدية غادي ندير شوية زيت المائدة وندير واحد دربوع كاس ديال الماء يمكنكم تضيفوض الحليب ولكن هنا كنفضل الماء الصراحة كما تشوفوا هنا شي ثلاثة ديال معلقة زيت المائدة وجوج من معلقة صغارين أو معلقة ديال الزبدة كما قلت لكم من أفضل تكون حيوانية هنا كناخد ديال فرماج صندويش كنحطو من فوق هكاك ديك شعلج ما كنحركوهاش كتهزوها ب يعني مش كتجو تغرفوها كتهزوها بغي بسباتورة أو بلاخور كتهزوها وضيف ديك ربع كاس ديال الماء فقط وكنضيف ديك الشرائح من فوق ماشي ضروري ممكن لكم تديروا المثلة تتقطعوه من الفوق يمكن تديروا المثلة اللي متوفر ولكن الفرماج من أفضل ضروري يكون باش كيعطيه واحد لهاد البطاطا رائع صافي هنا يقدر تدير لهادوك عاديين وهاد الحبة هذي غادي نقطعها قطاع وغادي نحطها كع شوائين من الفوق وغادي نقفل عليها الكوكوت يعني شرات دقيق والنار تكون مهيلة ما تكونش مرتفعة يعني غادي نسد عليها تنجرة كيما قلت لكم منين تصفر حسبو عشرة دقيق على بوطة مهيلة بثاف باش ما كتتحرقش منين كتحلوها كتصيبوها يعني كما كان قولو حدو قدو كتجي ناشفة وحدسوس رائعة هنا غادين بعد ما ردينا الكوكوت ديالنطيب غادين نضيفو معها يعني عندي هنا الفقوس ماشي الخيار ما عرفت شو بدول العربية المهم الفقوس كان الفقوس وكان الخيار هاد الخضرة هادي أو فاكهة او ما عرفت كي تسميها يمن الخضرة والطرحة موسمية كتكون رائعة فيها واحد الفوائد رائعة كان نقشرها هاكا القشرة ماشي كامل كان نقطع منها القشرة كان نخليها هاكا مخلطة وكان صافيغي هاكا كما قلت لكم على حساب أفراد الأسرة من احنا أسرة صغيرة قد نديرغي شوية تعمل جوجز لايف قد نحكا في الحكاكة الحكاكة اللي كتكون موين ماشي رقيقة ماشي الغليظة ويمكن لكم تقطعوا غيطرون شاكا مع الملحارة كيجي رائع ينرافقوه مع هاي معدبة في الصيف كيبغي الواحد الحاجة خفيفة صراحة كنحكا كما قلت لكم في هاي الوسطية يعني ماشي في القيقة وماشي في الغليظة ومن بعد كنضيفو لها غيط شوية ديال الملحة وشوية ديال الخل وكنحكو فيها شوية ديال السعتر الخل اختياري يمكن لكم تديرو ويمكن ما ديروش ميكن ديالة زيت لحت حاجة بغيتو تزيدو قطيرة زيت بلدية زيدوها ميانا ما درج الزعتر كيعطي واحد لوكو صراحة رائع كنضيفو واحد شوية ديال الماء اي باش كنجري واحد شوية يوفو لو كتكون عندنا كنرافقوه مع هاي اي اكلو في الصيف صراحة كي يرافق جميع الاطباق كي تجي رائع هاد شليدة او كما بغينا نسميوها يوصى فيها كتكون عندنا وجدة وغادي نضيف كذلك المركز ديال بوردو قارة عندي في القناة كنضير الماء اللي يكون بارد ونضيف عليه ديك المركز على حساب من الخفى اللي بغيتو صار حركة يجي مون نعيش مون نعيش بسافر يوفالا هدي هو اللي باش قد نرافقوه الغداء ديالنا طبيعة الحال بدي سير اي حاجة متوفرة بعد ما طبط البطاطة ديالنا هدا هو الشكل ديالها قدرت لعليها شوية ديالمعدنوس مقطعة من الفوق رابقالي واحد شوية تصوصة رائع في الكوكوت يمكن لكم تضيفوه من الفوق انا ما تفتوش يمكن لكم ترافقوها بالمايونيز اللي بغي يزيد في الوزن رائع كدشي رائع في سيادة الوزن تمنى الفيديو يعجبكم و الى اللقاء الى فيديو اخر